اهلا وسهلا بكم في قناة انا تكنولوجي البنك الاهل المصري يوجه رسائل تحذيرية هامة لجميع العملاء بمختلف المحافظات يحرص البنك الاهل المصري خلال الفترة الحالية على مد جسور التعاون مع جميع عملاء بالبنك وذلك من خلال ارسال رسائل لهم واخبارهم بكل ما هو جديد من خدمات البنك ومنذ ايام قليلة ومع بداية الشهر الجاري والعام الجديد 2020 ارسل البنك الاهل المصري رسائل تحذيرية لجميع العملاء في مختلف انحاء الجمهورية من اجل الحفاظ على المعاملات المالية الخاصة بهم مع البنك وجاءت تلك الرسائل من البنك بعدما تم تداول بعض الاخبار الهامة خلال الفترة الماضية حول قيام بعض الاسخاص الغير معروفين بمحاولة التحايل على عملاء البنك وذلك من خلال مطاربة العملاء بالحصول على بيانات الخاصة بهم سواء بالقروض او الحسابات الخاصة بالعملاء داخل البنك وجاء في نص الرسالة التي ارسلها البنك الاهل المصري لجميع العملاء عملائنا الكرام نؤكد على ضرورة عدم تداولكم اي ارقام سرية او تعريفية خاصة بكم حفاظا على سلامة معاملاتكم المالية ومن جانبه اكد نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهل المصري يحيى ابو الفتوح ان البنك حريصا على الادلاء بتصريحات اعلامية وتلفزيونية خلال الساعات الماضية من اجر التأكيد على خطورة الوضع بالنسبة الى العملاء وخاصة اذا حصل صخص ما على البيانات السرية والرقم الخاص بالعمير وجاء زارك حصا من البنك عن المعلومات السرية للعملاء والتأكيد على عدم تفريطهم فيها لأي صخص وعدم الادلاء بأي معلومات خاصة بأي حساباتهم بأي من حساباتهم